موسيقى موسيقى في الفرق لدي القسم الوطني التاني تأهل جد جد مستحق المباراة اللولة لعبنا أمام وصيف بطل العالم في النسخة السابقة في المباراة الثانية لعبنا مع المنتخب البلجيكي اللي ما كانش متخب بسهل لكل نجوم والمدرب دياله وأيضا مدرب عالمي والمباراة الثالثة أكدنا بأنه فعلا المملكة المغربية هي بلد ديال كورة القدم للشعب كامل كيتنفس كورة القدم شكرا للجماهر أيضا اللي حضروا بكتافة واللي في كل مقابلة ما كانوا حاضرين الآن دور الثاني نعم المستحيل ليس مغربي وبهذه المجموعة إن شاء الله المنتخب الوطني المغربي غيمشي لأبعد نقطة ما نسوش اليوم أشرف حكيمي اللي كان راجل المقابلة أشرف حكيمي اللي قدم ثلاث مبارايات جد جد مهمة واللي كما صرح وليد رقراكي في ندوة الصحفية لعب ليلعب مصاب ولكن قدر يؤكد بأنه لاعب كبير لاعب اللي الوطنية دياله جد عالية لأنه مش بسهل لاعب يلعب مصاب والدراج المقابلة وليد رقراكي صرح أيضا بأنه هذا المنتخب هذا غيمشي لأبعد نقطة وبأنه اليوم المنتخب الوطني صفحات عنده تقافة الفوز لأنه في النوس الخصافي قد يلقص العالم كنا كان لعبوا ولكن ما كناش كان فوزوا الآن كان الفوز ثم الفوز ثم الفوز ووليد رقراكي كما كنصرح في مجموعة من المرات مدرب النتائج والنتائج بانوا مع وليد رقراكي لا مع نادي الويداد الرياضي ولا مع المنتخب الوطني المغربي الآن المنتخب الوطني غير يدخل بمعنوية جد مرتفعة بعدما تصدر هذه المجموعة القدرون واجهه ليابان ألمانيا أو لا إسبانيا بعدما نتسننوا النتائج ديل هذه المجموعة اللي غير تكون في الساعات المقبلة إن شاء الله كان معكم أحمد طلال مباشرة من ملعب التمامة ووراء الكاميرا الزاكريا إدبقاس وأيوب قبلي كان شكر جميع طاقة من الوست تيفي على العمل الجبار اللي يقوم به أثناء هذا المونديال 2022 في قطر وأيضا الجماهر المغربية اللي كتبعنا بقوا معنا في الوست تيفي كل كبيرة وصغيرة التحليل ما قبل وما بعد المباراة وأيضا الندوات الصحافية وحصة تدريبية وكل كبيرة وصغيرة على المنتخب الوطني المغربي تابعونا على قناة فلوس الديد اشتركوا في القناة